شاهدين الكرام في كل مكان سعد الله مساكم وأهلا وسهلا بكم في عدد جديد من البلاد اليوم الذي يأتيكم باشرة عبر قناة البلاد إذن منذ أيامين تم تنصيب وتأسيس لجنة وطنية لمراجعة قانوني الانتخاباء قانوني البلدية والولاية وإعلان أو مرتقب لإعلان الحكومة قبل نهاية السنة بعد الشروع في مناقشة قانون المالية الذي نزل إلى غرفتي البرلمان قبل أسبوع من الآن أيضا اهتمامات عديدة لرئيس الجمهورية على المدى القريب مثل اجتماعية الدولة وكذلك إعادة بعض القوانين على غير قانون الأحزاب السياسية وكذلك قانون الانتخابات حوار وطني وحكومة كفاءات هذا ما صرح به رئيس الجمهورية مؤخرا سنحول نتطرق إلى هذه النقاط بالتحليل والنقاش رفقة ضيوفي في البلاطو الأستاذ كمال بن خلوف النائب البرلماني والقيادي في حركة البناء الوطني هلون سهلا بك سيكمال أهلا بك وبضيفك الكريم وبالمشاهدي القناة البلاد نعم سيرفقنا أيضا عن جبهة التحرير الوطني عد ملك شارف القيادي في الحزب وعضو المكتب السياسي هلون سهلا بك أهلا وسهلا مرحبا بالضيوف الكرام وفرصة سعيدة لي مرحبا أبدأ معك سيعد ملك شارف بحكم العين ما تطلعش فوق الحاجب كما يقولوا لفلن يبقى أكبر حزب وأقدم حزب في الجزائر ما هي الأدوار الرئيسية التي يمكن أن تلعبها الطبقة السياسية والأحزاب السياسية وحتى الشخصيات السياسية الوطنية في هذه المقترحات وفي هذه التعديلات المنتظرة على غرار تعديلات قانوني البلدية قانوني الولاية وغيرها من القوانين المنتظر أن تكون خلال هذه السنة خلينا نقولوا باللسنة سياسية ربما أكثر من سياسية نعم فضل بسم الله الرحمن الرحيم أنا شاكر لهذه الدعوة وسعيد مرحبا بتوجدي بمقر قناة البلاد المتألقة أرحب بالضيف كذلك وأحييه وأسلم عليه هي بداية لعهداء وأراد الرئيس المنتخب الجديد كقاضي أول للبلاد أن يستهل عهدته بمبادرة مشاريع قوانين موضوعية وذات صلة بموضوع الساعة مشاريع قوانين ربما بدت للعيان بعد دراسات لا شك معمقة ومر عهد من الزمن كان لزاما أن تعدل أو تغير مصايرة لما يعرف ببناء مرحلة جديدة سماها الرئيس الجزائر الجديدة تلك الجزائر التي لا تنتصر إلا برزنامات شريعية متكيفة مع الواقع محسنة للأوضاع الحالية لعل على رأسها قانون البلدية والولاية ذلك أن الدستور الجزائري ينص في مؤسساته الدولتية لزي طابلسمان إيطاتيك أن هذه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتكون من البلدية والولاية هذه الأسر الإدارية التي يجب أن تعنى باهتمام خاص فالتنمية تبدأ من البلدية وعينها وتربعها يظهر على مستوى الولاية والولاية فرض من مجتمع الدولة فالجمهورية مجموعة بلديات هي كذلك مجموع مختصر مجموع ولايات قانون البلدية والولاية في صلبه كان يحتاج على أن لا يمر كمشروع عادي على مجلس الوزراء كمشروع ثم يحط بالبرلماني بقرفته استحداث لجنة بهذا الوزن وبهذه التشكيلة أولا هدفه العناية لكن كيف تفسر نواته اللجنة عند سنتين أيضا بدأت تخدم بدأت تعمل على تعديل هذين القانونين ثم توقفت عن العمل ليعادة تنصيبها وتجديدها من جديد كيف تفسر ذلك؟ بدأت تغييرات لأن رئيس الجمهورية كان قد أمر باستحداث ولايات منتدبة إذن كأنما الإصلاح عندما بدأ الإصلاح بدأ إصدار ما يعرف بدوائر وولايات منتدبة جديدة فجاءت الضرورة على أن تعاد الدراسة من جديد قوية على أسس صلبة ونحن هنا في أمرين أولا ما يعرف بالتقسيم الإداري هذا الذي جعل منه رئيس الجمهورية كالتزام وقطعه على أنفسه وعاهد منتخابيه به وهو استحداث ما يعرف بمئة ولاية بدأها بالجنوب هل تقولنا خلالة لجنة؟ رح نروح إلى مئة ولاية المرحلة القادمة؟ هو التزام الرئيس لأن بدأنا بالجنوب يعني بدأت العملية بالجنوب استحداث ولايات منددة بالجنوب ثم الهضاب والمحة الثالية يعني في ولاية الساحل وأخذت معايير لأن المعيار الأول قديما يعني في استحداث ما يعرف بالولايات كان على أساس الديمغرافيا بمعنى عدد السكان ها هنا في هذه المنطقة إقليميا اليوم على أساس ما يعرف بالتنمية أولا ثم نقل ما يعرف بمؤسسة الدولة إلى جهة معينة وكأننا بصدد إعادة تأهيل الإقليم من جديد نعم أنت تتكلم على إعادة تأهيل الإقليم الإقليم سنأتي لنفصل في ما هو المنتظر من هذه اللجنة لكن قبل ذلك سيكمال بن خلوف أي دور يمكن للطبقة السياسية والأحزاب السياسية أن تلعبه في ظل هذه المراجعة وفي ظل هذه الوراشات المفتوحة بالنسبة لهذه القوانين المنتظر نعم بسم الله الرحمن الرحيم على كل حال عندما نتكلم على دور الحزاب السياسية في هذه المرحلة وفي ظل مجموعة المظامين طرحها رئيس الجمهورية سواء طرحها في سياق العهدة الثانية وفي سياق عهدة وضعها لها شعار الجزائر المنتصرة يعني معنى هكين مجموعة مورش كبيرة سواء تعلق منها بالتأسيس القانوني مرتبط بمجموعة قوانين أساسية تعيد هيكلة الدولة وإعادة تقسيمها تقسيم جديد على المستوى المحلي يستطيع أن يستجيب للطموحات أو لمجموعة الخيارات التي يراد للجزائر المنتصرة أن تكون عليها أو على مستوى هذه الجهات أين يكمن هذا الفعل القانوني يكمن هذا الفعل القانوني في سياقين إما مجلس الأمة ومجلس شعبي الوطني قانون البلدية والولاية والتقسيم الإقليمي يمر عبر مجلس الأمة ثم يأتي إلى المجلس شعبي الوطني دستوريا أما بقية القوانين فلها علاقة بهذا الجانب مرتبط بالقوى السياسية لأن القوى السياسية الممثلة في المجلس شعبي الوطني هي التي ستدرس وهي التي ستناقش وبالتالي سيكون لها دور في صياغة مجموعة هذه المشاريع هذا على المستوى المؤسسة على المستوى الآخر فتم إشراك القوى السياسية في هذا الفعل وهو إنضاج قصة قانون البلدية لأن قانون البلدية نوعا ما وقانون الولاية فيه من الحرج وفيه من رغم هذا كانت مشكلة له أين يكمن الحرج؟ عادة ما القانون البلدية من بكري حتى في 84 لما ندار التقسيم البلدي كان فيه شد وجذب وأعطى كم هائل من الفراغات بعد ذلك وكين وين تقسم على حساب جهة وعلى حساب جهوية وعرش وكذا وكذا كيف اليوم تنضج رؤية واحدة أخرى ما هيش مرتبطة بديمغرافيا بقدر ما هي مرتبطة بمقاربات أخرى لكن هل تعتقد اليوم أنه ما رحيش نقع في هذا الحرج أنتع بناء على الجهوية بناء على العرشية بناء على بعض المويلات لخيرات المناطق وهل تعتقد اليوم أن الطبقة السياسية كطبقة سياسية كفاعل سياسي أول في البلد استطاعت أن تجعل الثقة بين المواطن وبين مؤسسات البلد وبين مؤسسات الوطن خاصة أنه كان احتكاك كبير بين طبقة السياسية والمواطنين خلال الشهرين الماضيين أو على الأقل خلال محطة الرئاسيات من خلال الحملة الانتخابية أكيد هو باش نقول بالتقسيم الإداري اللي رح يندير رح يندير أو التقسيم الإقليمي اللي رح يندير ما رحش يخلي مضاعفات وآثار ما ناخده مناش مناش موضوعيين مناش موضوعيين الموضوعية هو أنه هذا اجتهاد بشري يمكن أن يكون إيجابي ويمكن أن يكون تبكون بعض مطباتهم موجودة في البلديات موجودة في الولايات لأنه ما تحررش الشعب الجزائري من العرشية بدليل أنه نشوف المظاهر تعوفي بعض البلديات أو ما يسمى بالولايات الجديدة اللي هي فيه تطاحن وفيه تدافع ولا طبيعي نهار نحرواه نهار نقوله ما كانش نقلبه الشعب الجزائري ملايك أو ما هو ملايك أو ما هو شيطان هو إنسان بشر يطمح إلى أن كل واحد يطمح الشيء ثاني على المستوى السياسي كذلك ما يجب أن نطلع على السقف بزاف لأنه عنا قريب ستمية بلدية رهي في شبه إنسيدات وذا المتسبب فيها الأحزاب السياسية نعم ولذلك من طلعش سقف بأن الحزاب السياسية رهي جهدها رهي إلى المستوى إنما نحن نسعى إلى مقاربة جديدة تستطيع أن تضمن العملية للقواعد اللي يبني عليها رئيس الجمهورية مشروع الجزائر المنتصرة كيف نحقه على مستوى الميدان يحتاج مننا إلى كذلك مقاربات أخرى وإلى عملية تحفيز قوي يستطيع كل هذه الجوانب أن تحقق لنا بصمة مستقبلية ولكن تبقى مدام عمل بشري يبقى منقوس تتكلمت على مستوى طبقة السياسية ومستوى الأحزاب السياسية ومستوى أداء وقلت بأنه وكأنه سعد ملك كمال بن خلوف قال بأنه طبقة السياسية لم ترتقي إلى هذا المستوى لتجنبنا هذا الحرج اللي تفك العجز اللي تعيشه بعض البلديات ولتفك الانسداد الذي تعيشه أيضا بعض البلديات في تقييمك لأداء الطبقة السياسية اليوم وهل فعلا هناك منهج لإبعاد طبقة السياسية على أداء دورها أولا بدي ناقص نعم تفضل ناقص مفتور فيما يخص تقسيم هدفه أولا لابد أن نتفق على أن السياسة الرامية إلى إعادة التقسيم الإداري تأخذ بمعيار أولا اقتصادي اقتصادي محظ مرتبط بإعادة ما يعرف الإقليم إعادة تهيئة الإقليم المعيار ليس اجتماعي شخصي أنتروبولوجي بقدر ما هو جغرافي مثلا عندما نتحدث عن كثافة معينة في إقليم معين وبدون حساسية يعني هناك مناطق يعني ذات كثافة سكنية هائلة لم تستحدث فيها ما يعرف بولاية منتدبة الولايات المنتدبة ظهرت أولا ما ظهرت محظوها مظلومة لا ليس بالمظلومة أنا أشرح الفكرة بيننا أنا علواش إذن أريد أن أشرح الفكرة يعني فرصتي أشرح الفكرة أول ما استحدثت الولايات المنتدبة استحدثت في الجزائر العاصمة كنا في ما يعرف بمحافظة محافظة كوفيرنورا ومن بعد بسيطة إلى ولاية منتدبة حيث العاصمة حيث أكثر من ربع ملايين ساكن نحن بسدى التنظيم لتنظيم ما يعرف بالساكن بما يعرف هنا نحن في الحكم الراشد أما ما يعرف بالولايات المنتدبة حاليا هي على أساس اقتصادية نعطي مثال عندما نقول ولاية منتدبة في المغبر عندما نقول في مسعد عندما نقول في المنيعة لماذا استحدثت مثل هذه الولايات المنتدبة التي تبشر أن تكون خالصة ولايات قائمة بذاتها بانفهم القانون كأنما عندما قلنا المنيعة قلنا حيث مصادر المياه حيث ارتقت الزراعة ذات مرة قيل لنا أن السحراء لا تنتج وجاءت إيرادة سياسية وأصبحت السحراء خضراء أصبحت سلة للغذاء للخضروات والفواكه فكأنما لجأنا إلى المنيعة ولاية منتدبة حيث انتاجها الزراعي عندما نقول الولايات المنتدبة بالجلفة كأنما نقول أنه قد هب من الخارج مستثمراً في ما يعرف بشركة بلادنا لإنتاج الحليب إذن النظرة اقتصادية محظة وكلمة مثلاً يعني عروشية أنتروبولوجية أو على أساس نظرة اجتماعية تكاد تكون مستبعدة في هذا الظرف بقدر ما هي نظرة اقتصادية إذن الولايات المنتدبة تتبع فرص استحداث الثروة وأينما توجد الثروة يوجد ما يعرف بمركز جذاب للبشر على حسب نظرية ابن خلدون حيث الماء والكلأ تكون الحضارة ويكون التمدن بالرجوع إلى سؤالكم مدى مشاركتنا في هذه المبادرة القانونية لا تقييمك لأداء الأحزاب السياسية والطبقة السياسية لأنه سيكمال بن خلوف قال بأنه وكأن الأحزاب لم ترتقي إلى هذا المستوى والدليل تكلم على ستمية بلدية عاجزة أو فيها انسيدات وهو كذلك يعني فيه شق من المسؤولية كما قال زميل المحترم يعني أولا إذا كانت كان الحزب هو المؤسسة الجمعية ذات الطابع السياسي المؤسسة التي تنتج الفرض المتكوي وأخفقت في إنتاج من توجيها لأنه يخرج من الحزب ما يعرف بالمسؤول بحلي المنتخب اللي يكون شيخ البلدية مثلا إذن هنا ما يعرف بقانون الأحزاب هنا علينا مسؤولية ما يعرف بتكوين جيل داري واعي مثقف سياسيا مؤهل لتقلد مسؤولية محلية أو وطنية أو ما شابهه وما داره في هذا الإطار من ناحية القانون قانون مشحف نعم قانون مشحف في حق المنتخب المحلي وجاء هذا هذا مبادرة إصلاحه وأنا سأفضل كلمة إصلاح وعندما نقول كلمة إصلاح بمعنى أن هناك تجسد العيان أن هناك ضرر عطب يستوجب جبره وإصلاحه نثمن كذلك لكن المسؤولية كذلك تعق علينا فيما يعرف بشروط ترشح يعني المؤسسة السياسية ونقصد بها الأحزاب لا بد أن تراعي وتدرس شروط الترشح لأنها هي المقترحة لما يعرف بكيان البشري هل هناك اليوم التكوين سياسي عند هذه الأحزاب السياسية لأنه لما تكلموا على 67 حزب سياسي بعد لما نجيوا إلى الميدان ما نلقوش الأحزاب السياسية بهذا الكم بهذا الزخم بهذا العدد بهذا الفاعلية يطرح علامة استفهام كبيرة أين هو أداء الطبقة السياسية أي دور للطبقة السياسية لماذا وصلت الطبقة السياسية إلى هذا المستوى أولا لابد أن نتفق هل نعم وصلنا إلى هذا المستوى يعني الوضعية الحالية أولا أولا نحن مررنا بمرحلة مفصلية أرجوكم يعني مرينا بجائح عطالة الأمم وعطالة وسائل الإنتاج وعطالة ما يعرف بمواقع الإبداع على مستوى العالم وكان لزاما أن يتأثر شركة أو حزب أو كذا أو كذا هذا واقع ثانيا مررنا بمرحلة مرحلة خرج فيها الشعب الجزائري وقال كلمة حق أن يرادوا بها حق وسمينا بالحراك الأصيل وذكر في دباجة الدستور إذن هذا منعطف زمني مرينا به وكان لزاما أن يقول الشعب كلمته وليس الأحزاب قال الشعب والشعب خرج في هبة واحدة ليس المؤسسة السياسية خرج الشعب فكان لابد أن يحترم الشعب ويطرق المجال للشعب فقال الشعب ثم جاءت الأحزاب بعدها وتكيفت مع ما قاله الشعب وأرادت وهنا أتكلم عن حزبي حزب جبهة تحرير الوطن نحن في المؤتمر الحادي عشر أخذنا بعيد الاعتبار من حيث دراستنا لمشروع المؤتمر أننا خرجنا من مرحلة معينة ولا بد من مناهضة الآثات تلك الآثات التي نبذها الشعب الجزائري وعملنا فيما يعرف بإثراء قوانيننا ونصوصنا الداخلية في المؤتمر في تعهداتنا فجاء مؤتمرنا وكأن ما نريد أن نتكيف مع هذا الوضع وانبثق عنه قيادة شرعية جديدة قيادة شرعية جديدة جاءت كأن ما نريد جيل آخر وأنت تتحدث عن الكفاءة وتتحدث عن التمثيل وتتحدث عن التداول وكلها عبارات وشعارات حملت في الحراكة الأصيل عندما كان يقول منع حزب الأفلان اليوم بقيادته بتشكيلته بمؤتمره هو جاء وفقة تطلعات شعب الجزائري الذي خرج في الحركة الشعبة؟ نحن تزامن مؤتمرنا مباشرة مباشرة بعد تعديل الدستور فكان لزامن كمؤسسة سياسية أولا أن نتكيف معه سنو ما تكونش عندنا شهادة مطابقة بالنزارة الداخلية ثالثا نحن حزب شعبي نظمنا مؤتمر أكثر من ستلاف مندوب هذه ستلاف مندوب منها الحراكيين الأصليين منها المناظرين الوطنيين على اختلاف مشاربهم كأنما خلصنا إلى خلاصة وعسارة أننا جئنا لنتكيف مع الوضع السياسي الجديد ذلك الوضع السياسي الذي باركناه وامتثلنا إليه فهي إرادة الشعب والسياسي يتطلع ويتحسس إلى ماذا يدور في ضمير الشعب نعم هذا الذي سنحاول أن نتكلم عليه في الجزء الثاني من البرنامج تتكلمت على أن الشعب قال كلمته يجب أن الطبقة السياسية تأتي إلى تطلعات هذا الشعب سيكمال بن خلوف كيف يمكن للطبقة السياسية اليوم تعزيز المشاركة المجتمعية لأن هذه القوانين تعنى بالمجتمع لأن قانوني البلدية والولاية يعنى مباشرة في علاقة بين الناخب المحلي وبين المجتمعات الجزائرية كيف يمكن للطبقة سياسية في تعزيز الشراكة المجتمعية مع أو في تعديل ومناقشتها القوانين أسمع منك الإجابة بعد أن أخذ فاصل قصير شاهدين الكرام فاصل قصير ولن عودة فلا تذهبوا بعيدا عودة إليكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء الثاني من البلاد اليوم دائما لمناقشة أولى أهداف وكذلك الملفات التي تصب في صلب اهتمام رئيس الجمهورية التي أعلن عليها في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام أين أكد أنه بصدد إعداد حكومة كفاءات سيتم الإعلان عنها قبل نهاية السنة كذلك الإعلان عن اللقاء الدوري مع البرلمان وكذلك اللقاء الحوار الوطني الذي سيكون نهاية السنة المقبلة مع الطبقة السياسية وكذلك مع الأحزاب السياسية في خضم ذلك وفي ظل ذلك تم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة قانوني البلدية وكذلك قانون الولاية في انتظار أن يتم مراجعة قانوني الأحزاب السياسية وكذلك قانون الانتخابات دائما مناقشة هذه النقاط مع ضيفية هنا في البلاطو الذين أجدد بهم الترحاب سيكمال بن الخلوف عن حركة البناء الوطني سهلا بك مرحبا مجددا سيعد ملك شيرف عن جبهة حرير الوطني كنت توقفت معك سيكمال بن الخلوف عن الدور الذي يجب أن تلعبه الطبقة السياسية في تعزيز المشاركة المجتمعية لإعداد هذين القانونين على الأقل لأنهما يعنيان بالحياة اليومية للمواطن والعلاقة الدائمة بين المنتخب المحلي ممثلا في بيابيسي رئيس من الشعب البلدي وكذلك رئيس من الشعب الولاي مع المواطن مباشرة شكرا هو أولا نعود نرجع الوحيد نعم عقبه على بعضاكم لأنه كل ما تعقبوش على بعضاكم متسموش سياسيين نعم هي الفكرة الأساسية اللي طرحت هنا في التقسيم علاسي شارف تكلم على البعد الوحيد أو المعلم الوحيد اللي هو الاقتصاد الاقتصاد وذكر بعض البلديات أو بعض الولايات المنتدبة اللي صحيح أنه بعدها الاقتصاد مهم ولكن لما نجي نشوف ناس سيد رئيس الجمهورية يتكلم على 100 إلى 120 ولاية منتدبة يتكلم على عدد كبير من البلديات معنى ذلك أن فيه بعد آخر أو أبعاد أخرى تدخل ضمن السياق ومنقدروش نفصلوها منقدروش اليومان لما نتكلمو على بعض الولايات المنتدبة اللي تتحول إلى ولايات حقيقية أنها بعيدة عن معايير أخرى لأن الدولة تفكر ما تفكر شبال البعد الاقتصادي برك تفكر البعد الاقتصادي البعد الاجتماعي البعد السياسي نعم نعم لأن البعد السياسي نعم تفكر بعد تنموي لأنه كين وين توزنت عديدة لتخلي تقسيم هذا يتجسد تبقى مسئولية إقناع بهذا التقسيم وتجنيب الحرج هذه مسئولية من هل هي مسؤولية فقط الطبقة السياسية مسؤولية الإدارة لأنه خلينا نقول للمواطن اليوم ما راش يعاني فقط هذا التقسيم وراه يعاني بيرقراطية موجودة على مستوى الإدارة ويعاني أيضا غيبتعكم يا طبقة السياسية هون تخبوك دي بيتي بعد ما زدش يشوفوك لا لا يشوفوني إذا رام يشوفو كمال ما رامش يشوفو دي بيتي وحده خلاله لا لا كين حاجة أشوف هذا جانب اللي تكلمت عليه هو فيه نوع من الإغراق من النواب وهو لأنه أدوار الحياة السياسية النايب في البرلمان لما نايب في البرلمان كان مغالطة كبيرة واحد من تام الراست يطلعه نايب والشعب يحب يشوفو داي من ثم ودوروا في البرلمان مش دوروا في لأنه هنا تجي المقاربة للعهدة وطنية يا رئيس خلينا نقول لك من ربع مئة وسبعة نائب هكين النائب اللي ما أدى دوره لا في البرلمان ولا أدى دوره في الدائرة الانتخابية نعم هذا يتحمل وبرلمانيين ما حضروش أصلا الجلسات خليني نقول لك بأنه أنتم قانونكم الداخلي للحد الآن ما زال ما ندارش لأنكم ما كمش متفقين في نقطة فيعاقب النائب وهذا موجود في الدستور معنا أنتم تدعون حماية الدستور تدعون حماية القوانين حماية التشريع وراكم حابين تتجاوزوا الدستور لا من قال هذا هو أنت تدعي شيئا وليس هذه الحقيقة أنت رك تقوله سي حاجي ولكن ليس هذه الحقيقة صحيح أنه التداول أو النقاش داخل البرلمان على أي قانون هي ظاهرة صحية ومش ظاهرة سلبية مثل ما يشوفوا المواطنين النواب دايما هزين ديهم ولكن كان النقاش داخلي لغا ذلك لكن نقول بأننا عندما نتحدث عن التقسيم التقسيم الإداري يأخذ مجموعة أبعاد هذه الأبعاد متكاملة تحقق رؤية هذا الرؤية هذا هو الهدف من الفكرة أعود إلى الموضوع أقول بالنسبة لي دور الحياة أو المجتمع السياسي في إنضاج القاعدة الفعلية للمجتمع أولا فيها مجموعة تحديات التحدي الأول وهو أنه فيه ما يسمى بعزوف كبير للشعب في ممارسة الفعل السياسي وهذا ليس من اليوم هذا رأيه منهج له ليكون من خلال سنوات طويلة وهو كسر كل ما هو سياسي لماذا؟ رغم أن الأمم والدول الكبرى والدول المتقدمة والمتطورة طبقاتها سياسية كبيرة وثقية بالعكس عديد الدول التي عندها حكومة تنفيذية وعندها حكومة ظل تراقب وتتابع وتقيم لأن هذه المجتمعات مجتمعات سياسية نحن لدينا المجتمع السياسي أبعيدة لأن فيه مجتمع آخر يريد أن يقود الدولة من يتحمل مسؤولية؟ هو تقوده الإدارة من يتحمل مسؤولية؟ ها سمح لي الإدارة تقود الفعل السياسي والإدارة عندما يقود الفعل السياسي يقوده إلى حصر السياسي لماذا؟ لأن اليوم من يؤثر على الفعل السياسي؟ يؤثر عليه الإدارة الإداري يفترض فيه أنه لا يمارس العمل السياسي الإداري فيه يفترض أنه يتفرغ للخدمة العمومية وفق قرارات الدولة لكن الرأي الآخر ماذا يقول سيكمال؟ نعم يقول بأن الإداري وجد فراغ معين فمله لماذا؟ واشنه هو ذاك الفراغ؟ الفراغ هو عجل السياسي هو ضعف السياسي أنا معاك هذا لا ينطبق على الكل طبيعي لا ينطبق على الكل لكن نحن مثلا نعطيك حاجة نحن في حركة البناء الوطني قمنا بمجموعة مبادرات مع قوى سياسية وعندنا على مستوى النظال يعني عندنا كم هائل من دورات التدريبية والتنظيمية لإنشاء فعل سياسي وإنشاء مواطن سياسي لكن هذا ليس دور نحن بركة دور كل الأحزاب السياسية كل واحد يؤديه بنسبة لكن كين إشكال واخر وهو التعويم السياسي يعني وجود سبعين حزب ليست ظاهرة صحية هي ظاهرة مرضية الأصل أن الحزب السياسي هو أن يكون حزب يمثل شيء كبير صغير ليهم ولكن يمثل شيء أما أن يكون حزب سياسي لم يدخل الانتخابات ولا مرة هذا لا يعد عمل سياسي هذا يعد جمعية سياسية مثل ما ذكر الأستاذ وهو أن يتحول من حزب سياسي إلى جمعية سياسية جمعية سياسية تشارك من أكبر 91 لما بدأ الانفتاح سميت الجمعية السياسية وهي محاولة التأسيس لحزب سياسية الشيء الآخر وهو لا بد من مقاربة متكاملة بين الحكومة أو الدولة ودور الأحزاب السياسية اليوم ما كانش دور للأحزاب السياسية في ظل نظام أو في ظل حكم ما فيش تكامل الأدوار لأنه عليهم تكامل الأدوار لما نقول تكامل الأدوار نوصل رسالة إلى المواطن بأن الحزب السياسي هو مؤسسة دولة مؤسسة دولة يؤدي دورا وهو إنشاء أو تنشئة سياسية لمن يقود المرحلة القادمة هذه شبه منعادمة يعني اليوم الذي ينشط أو الذي يقوم بدورات أو يقوم بتنشئة سياسية والذي ليقوم سيان بينما هذا دور الحزب السياسي من يشرف عليه؟ يفترض أن الدولة يكون لها دور لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ينشئون اليوم هم الذين يقودون العملية مستقبلا الشيء الثالث على مستوى المؤسسة تعد دولة مؤسسة دولة نفسها اليوم فيه ما زالت مقصلة للمنتمين لإحزار سياسية يعني أنت لما تروح المكان أعلى لأنه عاجز لأنه ما يثقش فيه ليس لأنه عاجز لماذا؟ لأنه هناك عقلية ليست كل كمؤسسة لكن هناك عقلية أنه السياسي أو الحزبي غير مرغوب فيه وهذا غلط ولأنه سياسي لأنه سياسي تكون قادرا على أن تشارك في إنتاج طبقة سياسية وبالمقابل أقول لك أنت ضعيف أنت مناضل أنت مناضل أنت مناضل أنت من تحدث عن البناء لأتحدث عن دولة أنا لا أتحدث عن دولة أنا لا أتحدث عن حزب سياسي بعينه وأن أتحدث عن ثقافة الحزب السياسي بكل عندما تتكلم هو الذي يصنع هو الذي يصنع ليست هو الذي يوقع له لأنك مناضي أنت لست موظف عندما تتكلم عن الفكرة مجرد عن الأحزاب يجب أن يتحملها الجميع يجب أن يتحملها الحاكم الأول في البلد وهو الدولة وهي أن الدولة ماذا تحوس من الحزاب؟ لازم يقول لي كين عندي منظومة أنا وهو وأنت كإعلامي والآخر عندنا رؤية للعمل السياسي وشي هو هنقدروا نقوده البلاد في المستقبل هذا ما وليش حزب هذا اللي تقول لي أنت لازم نعرف الدولة والرئيس وشي حوس منه هذا يقول لي حزب وظيفي ما وليش حزب سياسي أتي إليك سيعد مختلف معك في هذه الرؤية لا لا بشك أنت تنتظر ماذا أريد منك أنا لي تنفيذه ولا لي تجسيده أختلف معك ولا أتفق كيف يمكن اليوم تحسين التعاون بين الطبقة السياسية وبين المجتمعات المحلية على الأقل في سياق مراجعة هذه القوانين نعم أولا حزب جبهة التحرير الوطني هو مدرسة أنا أستمع في في هذه المداخلة ولا أريد أن أكون يعني في مداخلتي محل تفضيل على أساس أن الأحزاب لا تلعب دورها لكن عندما نتكلم عن الأفلان أولا هناك تراث هناك تاريخ هناك رسيد هذا يزيد الثقل هذا التراث والتاريخ والكبر والقدم هذا يزيد الثقل يزيد المسؤولية أرجوك يعني مدرسة قائمة بذاتها تكاد تكون وليس بالمبالغة ماذا أريد أن أقول تكاد تكون المدرسة الوحيدة التي أهلت جيال وأجيال في مجال وفضاءات سياسة اليوم مثلا نعطيك مثلا نحن عندنا تقسيم داخلي معينه الأمير العام أستاذ بمبرك عبدالك أريم حرص في تعيينات أعضاء المكتب السياسي على مجالات معينة من حيث المواضيع عندنا ما يعرف بأستاذ لا بأس به يعني أستاذ دكتور بروفيسور جامعي متكون مكلف بالتكوين السياسي نحن بصدد إجراء دوريات ويوميات دراسية على مدار السنة في التنمية في الإعلام في التقافة وصل مرضودية تحى في المرضودية تحى نريد أن نقول أننا حزم قائم بذاته له من المقدرات وقوة الاقتراح على أن يعطي مشروع دولة مشروع حكومة مشروع مرحلة نحن عندنا ما يعرف في لجان يعني في المكتب السياسي قطاعات مكلفة بالبيلاحة بالثقافة بالتعليم العالي بالمرأة بالشباب نتحدث كأنما لنا من الإمكانية البشرية ومن الميكانيزمات والآليات على أننا جهاز قائم بذاته بكل مؤهلته وطاقة البشرية نستشرف عندنا نجل استشرف في الأسهل بروفيسور كذلك نجل استشرف كل شيء موجود عندنا والأمين العام في المبادرة الأولى خاصة بإنشاء ما يعرف بنك إطارات يعني ترفض عندنا مناضل في قسمة ممكن ركب سادة الدكتور ديتا في الإعلام الآلي ركب في حقوقي في خلية مثلا نحن كما قال الأستاذ في مشكل كذلك نحن جزء مهم من هذه المعادلة مثلا فيما يعرف بالتشاور نحن بسد التحذير عندنا خالية تفكير تتشكل من خبراء وكل خبراء متعددين في اختصاصات متعددة في الأسبوع الماضي فقط ترأس الأمين العام الاجتماع لها ونحن بيت تحذير لها فكرنا في كل شيء استشرافا وموضوعا يعني الجنسة ألا بل أنت تتكلمني على الأفلان وأنا رأي نستجمع في عديد من الأفكار وزدت أكبر أكثر من ذلك في البداية قلت وكأنه الحزب الوحيد بل هو الحزب الوحيد أولا أنت نسفت جهود لا أنا من نسفت أحزاب سياسية أخرى ثانيا ثانيا أنت تتكلمني على استشراف تتكلمني على عدد هياك إطارات حزب الأفلان منذ تأسيسه وإلى الآن ما قدمش مرشح إلى منصب رئيسة الجمهورية يبقى عالم استفهام كبير تتكلم على أكبر حزب أقدم حزب إطارات كوادر وما قدمش مرشح إلى منصب رئيس جمهورية معنا ما عندكمش كفاءات إلى هذا المنصب ولا كيف هذا تفسير فقط لا 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 عندما طرحت سؤالكم حول مدى تأثيركم في قانون انتخابة البلد نوز جميل محترم نقول أنت حطه بصفة عام نعم وشيبك فقط نقول لك احنا أكبر كتلة في البرلمان واحدة وما دمنا أكبر كتلة في البرلمان لنأثرنا في هذا القانون صح عن قناعة يتقطع برنامجنا مع الرئيس ونحن هم ضحايا هذا قانون البلدي والولاية باعتبارنا أننا حزنا ونحوز وإن شاء الله سنحوز في المستقبل على معظم البلديات إذن ماذا بنا رئيس بلديا تعني يكون بصلاحية واسعة ونحن سوف نشارك فيه لأننا أكبر كتلة برلمانية في البرلمان راكم نتحلفين في البرلمان وما راكم أربع كتلة وما راكم نتحلفين لا بصحة معناها راكم تتكلمون كتلة واحدة هذا لي تذكير فقط يا عد مالك سؤالك 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 يعني قلت لي ما أثر الحزب أو الأحزاب بشكل عام أنا قلت سؤالي لك كيف يمكن تحسين التعاون بين الطبقة السياسية وبين المجتمع إلى متى نبقى نتكلم على قطيعة ما بين الطبقة السياسية وبين شرائح المجتمع في تحيين في تجديد في مناقشة القوانين إلى متى نبقى نتكلم هل عادة الثقة بين السياسي وبين المواطن أولا قوة حزب تبدأ من قوة استقطاب وجاذبيته للقاعدة يعني هكذا نتحاسب إحنا دبكين نقول لك هنا هنا دبكين نهدر لك على الأفلان أنا ممثل للأفلان صحيح إحنا عندنا أكثر من ربع مليون مناظر منخارط الآن إذا هدرنا على الاستقطاب إذا هدرنا على التعديق إذا هدرنا على قوة الحجد إحنا عندنا أكثر من ربع مليون هذا ما نهدرش على المحبين والمتعاطفين ثانيا عندما تقول خط وطني في الجزائر لأن أستاذ قال بالليك فيها أكثر من سبعين حزبي لغا ذلك لابد من اختصار الصورة السياسية اليوم الحزب اللي يدي صورة وهذه الأحزاب السياسية بين قوة صين ما جاتش من العدم كانت كلها في أحزاب سياسية كبرى ومعنى بعد دب جاتا سطر أو تأسست معنى هات الأحزاب السياسية ثاني هي رأي وليدة أحزاب سياسية أخرى معنى رأي رفدة وثقافة أحزاب سياسية واحدة أخرى لكن الجميل هو عندما تسمع مثلا حزب عندما يدي وصف معين ما نستعملش هذه الكلمة مثل ما؟ وصف معين إديولوجي معين في الفضاء السياسي ما زال عندنا هذا الشيء؟ كل الأحزاب في خطاباتها في بياناتها احنا لما يجونا البيانات وكأنه بيان واحد من قاعة واحدة فقط من فوق لونتات يتبدل معنى اللي تقوله بللي رأيك حزب إسلامي يقولك لا لا يا ولدي أنا حزب وطني اللي تقوله رأيك حزب ديمقراطي يقولك لا لا أنا رأي حزب وطني اللي تقوله حزب وطني يقولك الجميع رأي ولا يقولك معنى طبقة سياسية طبقة سياسية تدي دائما الموضة اللي رأي موجودة أيامات الحراك اللي يتكلمها يقولك أنا حزب نوفمبري مبادئ نوفمبرية جات بعد نوفمبر بعد رئاسيات يقولك لا لا أنا رأي حزب وطني ما تصنفنيش إسلامي يعني نقولك هذا البلاطو جاء فيه رؤساء الأحزاب ونقوله حزبك إسلامي يقولي لا إلا هذا التصنيف أنا رأي حزب وطني تقوله أنت حزب وطني يقولك أنا حزب ديمقراطي يقول لك لا أنا حزب وطني لم تعود هناك اليوم التقسيم الإديولوجي ولا التصنيف الإديولوجي في الطبقة السياسية بصح من خيط المواقف أرجوك عندما نقول النوفمبر هذا دستور وكل الأحزاب تخضع في بيانها وتسيسها كل مسلمة جزائر النوفمبر لكن شوف هذا دستور أرجوك هذا دستور صح أنا ما نبغيش نقول ما نبغيش نحتكر هالكلمة ما نبغيش نقول لك نحن السيادو نوفمبر ما نبغيش نقول هالك كل الجزائريين لا بسايا ما نبغيش نقول لك برج جزائر يغرف بره بيتورك نوفمبر ما بغيتش نقول لك ما بغيتش نقول لك تعرف علش سيحجي مطابع لش ما بغيتش تفضل ها اسمعلي مليح لأنك يقولنا المؤتمر الحادي عشر ونريد ولا نريد أن نكون متمليقين ونريد أن نسمع ونصغي للحراك الأسيل بعيدا على أي تملك بعيدا عن أي مزايدة كأنما نؤسس لحزب جبهة تحرير الوطني حزبا وطنيا وهنا يا سطرين تحت كلمة وطنيا ديمقراطيا لكن وطنيا إذن حتى واحد ما يزيد علينا في حزب جبهة تحرير عندما تقول الوطني يقوله حزب جبهة تحرير الوطني ماذا بنا يكون يكون كذلك بقالي دقيقتين فقط من وقت البرنامج عندي سؤال سأترك لكم الإجابة كيف تؤثر التغيرات الإقليبية وكذلك الدولية على العمل السياسي في الجزائر هل عندها تغيرات هل عندها آثر ولا ما عنداش حتى آثر في دقيقة سي كمال نعم هو التغير والحاصل دوليا وإقليما عنده تأثير مباشر لماذا لأن الحزب السياسي يتناغم مع سياس البلد خصوصا في شقها الخارجي في شقها الدبلوماسي في شقها الأمن الإقليمي ولذلك لابد أن يتفاعل معه سلبا وإيجابا في شبكة العلاقات التي تربط الحزب حتى برؤى وحزاب أخرى دولية لماذا لأنه في النهاية هذا الحزب هو حزب جزائري ولكن الأفكار عابرة للقارات والتجارب عابرة للقارات وحماية الوطن فكريا وأمنيا وسياسيا وأمنيا يتطلب أن يتماهى الحزب تبقى سياسي اليوم لا يحسب هذا الدور بهذه القيمة؟ لا أجزم في أن الكل لكن نحن في حركة بناء الوطني وأنت تتابع أنه لا تكون شاردة ولا وردة إلا ويكون الحزب فيها نقاش ومع ذلك أقول لشيء صديقي وزميلي أنه يمكن لكلامها أن يناقش بشكل آخر وفي بلاطو واحد آخر لما نعرف بعضنا ما فيس مشكلة مازال الفرص جاية دائما البلاطوهات تخلينا طبقة سياسية تكون حية بهذه اللقاءات وهذه النقاشات نفس السؤال سيئة عدميك شيرف كيف تؤثر المتغيرات الإقليمية وحتى المتغيرات الدولية على الأداء الحزبي والأداء السياسي في الجزائر؟ تؤثر نعم تؤثر وتؤثر بشكل مباشر ها هو اليمين المتطرف يظهر في أوروبا يظهر في أوروبا نتيجة أزمات عالمية منها حرب أوكرانيا وهذا خير دليل والصراع القائم هنا في الحملة الانتخابية الأمريكية فموضوع الحملة الانتخابية الأمريكية ليست تنمية في أمريكا بل الحرب في غزة الحرب في أوكرانيا والصراع الصيني وما تعلق بالمذايق أحزابنا سياسية وقيمة ترى أحزابنا سياسية عملية إسقاط مباشرة أنا نقول أنها خطاب الحملة السياسية خطاب الحملة الرئاسية انسب حول ما يعرف بمشاكل إقليبية الإقليم مكهرة خطاب الحملة السياسية تعال أحزاب فيها وعليها أنا لا أقيم هنا سأقول كلمة أنا أقول تكلمت على التأثير خطاب الأحزاب السياسية وعلى رأسهم حزب جبهة التحرير الوطني كان منصبا حول التهديد الإقليمي للجزائر ومن هنا أرجوك يعني من هنا جاءت مساندة العهدى الثانية واحدة في روحها أقول في روحها ثانيا نصب قدر ما نصب على استقرار الجزائر وفي أحزاب كل أحزاب الأتلاف الرئاسي نصبت حول حماية الجزائر لهذا تبنينا ما يعرف بالجزائر المنتصرة بمعنى ما معنى منتصرة منتصرة يعني تخرج بأمان من هذه المرحلة المعقدة إقليميا جواريا ودوليا نعم رب يحفظ الجزائر دائما شكرا لك سيعد الملك شارف القيادي في حزب جبهة تحرير الوطني على حضورك معنا اليوم شكرا لك أيضا سيكمال بن خلوف النائب البرلماني والكياد في حركة البناء الوطني والشكر الكبير لكم أنتم أو في قناة البلاد في كل مكان إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا العدد من البلاد اليوم إلى موعد أخرى أترككم في رعاية لوحيظه سلام